بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف 11 في حلقة أخرى من حلقات مادة الأحياء بعد تطور علوم الوراثة أخذ العلماء في دراسة الصفات الجسمية والنفسية والعقلية لدى الإنسان واكتشف العلماء أن هناك بعض الأمراض تكون موجودة في عائلة واحدة وتنتقل من جيل إلى آخر وتختفي عند عائلة أخرى كما لاحظوا أن هناك بعض الصفات العقلية كصبة الذكاء والأبقرية تكون متوارثة عبر عوائل معينة جيل بعد جيل بعد جيل كيف استطاع العلماء تتبع تلك الصفات الوراثية؟ سنتعرف على ذلك من خلال درس اليوم تابعوني ولكن بعد الفاصل أعود إليكم مرة أخرى أعزائي طلبة وطالبات الصف 11 دعونا نستعرض معا عنوان درس اليوم عنوان درس اليوم دراسة الصفات الوراثية لدى الإنسان الآن عزيز الطالب لاحظ معي هذه الصورة ماذا تلاحظ عند ابتسام هذا الطفل الصغير؟ نلاحظ ظهور الغمازات هل توجد عندك غمازات أثناء ابتسامتك؟ وهل عدد الأفراد المحيطين بجانبك يحملون هذه الصفة؟ هل تتوقع الليل الغمازات سائد أم متنحي؟ ستلاحظ عزيز الطالب أن عدد الأفراد الذين يحملون صفة الغمازات قليل بالنسبة للأفراد الذين لا يحملون هذه الصفة على الرغم أن الليل الغمازات الليل سائد إذن هذا يثبت أن ليس شرطا طالما كان الليل سائدا أن تكون الصفة الظاهرة نتيجة تأثيرها هي الصفة الأكثر عمومية أو انتشارا كيف يمكن تتبع هذه الصفات السائدة والتي أعدادها قليلة ما بين الأفراد وخصوصا عند الإنسان؟ وذلك من خلال دراسة سجل النسب الوراثي دراسة الصفات الوراثية عند الإنسان ليست سهلة هي دراسة صعبة وتحتاج إلى العديد من الدراسات وتتبع عبر الأفراد جيل بعد جيل بعد جيل ما سبب ذلك؟ أجب معي على هذا السؤال الليل ليست دراسة انتقال الصفات في الإنسان أمرا سهلا وذلك بسبب أولا طول الفترة المبتدة بين جيل وآخر حيث أن متوسط عمر الإنسان من ستين إلى سبعين سنة وهذا يشكل صعوبة في دراسة الصفات الوراثية أبرى أجيال مختلفة وأيضا قلت أعداد الأفراد الناتجة عند كل تزاوج ملاحظة؟ معظم ما نعرفه عن الوراثة في الإنسان مصدره دراسة سجل النسب عزيز الطالب هل سمعت عن سجل النسب؟ ما هو سجل النسب؟ هذا هو شكل سجل النسب لاحظ ما عزيز الطالب هو عبارة عن مخطط هذا المخطط يصف انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر إذن سجل النسب عبارة عن مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محددة لاحظ معي هذا المخطط تلاحظ وجود أرقام رومانية على الطرف تثبت أو توضح الأجيال الرقم الروماني الذي بالأعلى هو خاص بالجيل الأول ثم الجيل الثاني ثم الجيل الثالث كما نلاحظ وجود بعض الرموز سنتعرف عليها كالتالي رمز الدائرة ترمز الأنثى أما رمز المربع للذكر إذا كانت الدائرة مضللة أو المربع مضلل يدل على ظهور الصفة على الشخص سواء كانت أنثى أو ذكر إذا كان هناك خط واصل بين الذكر والأنثى هو خط الزواج بين الأبوين أما الخط الرأسي الذي ينزل من خط الزواج هو خط الأبناء خط الأباء يرمز لأبناء الأبوين الآن قارن بين إصبعي الإبهام في الشكل الذي أمامك الشكل الذي بالأعلى عبارة عن إصبع إبهام مستقيم أما الشكل التالي فهو إصبع إبهام منحني هل لديك صفة إصبع الإبهام المستقيم أم المنحني هل تعلم عزيز الطالب أن صفة الإبهام المنحني هي صفة متنحية وتظهر عند بعض العوائل وتختفي عند عوائل أخرى دعنا الآن نرسم سجل نسب لتتبع هذه الصفة المتنحية وهي صفة الإبهام المنحني لاحظ ما هي الصورة التي بالأعلى صفة الإصبع المستقيم عند الأنثى والذكر أما صفة أو ظهور صفة الإبهام المنحني سنقوم بتضليل الأنثى إذا كان إصبعها منحني والذكر إذا كان إبهامه منحني هذا في سجل النسب لاحظ أيضا تم وضع إشارة أذى الأجيال فقمنا بدراسة تتبع هذه الصفة عند ثلاثة أجيال متتابعة دعنا الآن نضع هذا المثال لسجل النسب بتوارث صفة إصبع الإبهام المنحني في إحدى العائلات فالجيل الأول تزوجت إمرأة إصبعها مستقيم مع رجل إصبعه منحني ظلنا الرجل لأنه هو الذي يحمل الصفة أفراد الجيل الثاني أو الأبلاء الناتجين من هذا التزاوج بنت تحمل الإصبع المنحني تزوجت من رجل يحمل صفة الإصبع المستقيم ماذا عن أبنائهم في أفراد الجيل الثالث أنجبت ولد إصبعه مستقيم وبنت إبهامها مستقيم وولد إبهامه منحني بالنسبة لشقيقها في أفراد الجيل الثاني تزوج وهو ذو إصبع مستقيم تزوج من إمرأة إصبعها مستقيم لاحظ أن أنجبت أو أنجبت بنت إصبعها مستقيم وولد إصبعه مستقيم الآن من خلال دراستنا لهذه الصفة ماذا تلاحظ؟ تلاحظ عزيز الطالب أن في سجل النسب لا بد لنا من ترقيم الأفراد في كل جيل ففي الجيل الأول وضعنا رقم واحد تحت الأم ورقم اثنين تحت الأب أما في الجيل الثاني فوضعنا أرقام تحت كل فرد من أفراد هذه العائلة تحت رقم واحد تحت زوج البنت ورقم اثنين تحت البنت رقم ثلاثة مع زوجة الإبن ورقم أربعة مع الإبن أما بالنسبة لأفراد الجيل الثالث رقمنا أبناء أفراد الجيل الثالث بالترتيب سواء عزيز الطالب بدأت الترتيب من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين ليست بذات مشكلة أهمية الترقيم حتى نستطيع أن نشير إلى الشخص فمثلا أقول لك أن الأنثى في الجيل الثاني رقم اثنين تحمل صفة الإصبع المنحني فتستطيع التوصل إليها في سجل النسب ما أهمية سجلات النسب لها فائدة صحية في تتبع العديد من الأمراض الوراثية خلال أوائل معينة وخاصة ما يتعلق بالاختلالات والأمراض الوراثية وهذا يساعد للمقبلين على الزواج للتوقع باحتمال ظهور مثل هذه الصفات الوراثية في نسلهم الآن في بعض الأحيان يكون هذا الشخص سليم ولكنه يحمل الأليل الذي يحتوي على الصفة المراد راستها فيطلق على الفرد الذي يحمل أليل أو الجيل الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها مصطلح حامل للصفة لماذا؟ لأن هذا الشخص سوف يقوم بنقل هذه الصفة إلى أبنائه عند عملية التزاوج فمثلا هذا الأب هو حامل للصفة وهذه الأم هي حاملة للصفة عند حدوث عملية المزاوجة أنجبوا أبناء قاموا بنقل هذه الصفة ظهرت عند هذا الفرد الذي يحمل الصفة المراد دراستها دراست سجن نسب وراثي لصفة وراثية متنحية المثال هو مرض المهاق أو الألبينو يعتبر مرض المهاق أو الألبينو هو ناتج النقص في صبغة الميلانين ويؤدي إلى غيابه في الجلد والشعر والعينين والرموش المتسبب في ظهر هذه الصفة الليل متنحي يرمز بالأسمول إذن الأفراد المصابون جميعهم يحملون التركيب الجيني أسمول أسمول أما الفرد السليم الذي لا يظهر عليه مرض المهاق فهو يحمل تركيبين جينيين يأما تركيب جيني سائد نقي أو تركيب جيني هجين حيث أنه حامل للجين ولكن لا تظهر عليه الصفة A capital A small الآن دعونا نضع هذا المرض في سجل نسب لأحد العوائل فتزوجت امرأة سليمة مع رجل مصاب بمرض المهاق ما هو تركيب الجيني؟ بما أنه مرض متنحي فتركيبه الجيني A small A small بالنسبة لأفراد الجيل الثاني أنجبت ولد سليم والولد الآخر سليم والولد الثالث مصاب إذن تركيبه الجيني A small A small هذا المصاب تزوج من امرأة سليمة نلاحظ في أفراد الجيل الثالث أنجب ولد سليم وبنت مصابة وبنت أخرى مصابة إذن تركيبه الجيني بما أنهما مصابتان A small A small أيضا في أفراد الجيل الثاني كان لهم شقيق الخامس أيضا مصاب تزوج من امرأة سليمة وأنجبت ولد سليم الآن من خلال تتبع هذه الصفة خلال هذه العائلة في سجل النسب هل يمكنك عزيزي الطالب معرفة التركيب الجيني ليه؟ الولد رقم أربعة في الجيل الثالث التركيب الجيني للولد رقم أربعة في الجيل الثالث الجيل الثالث نتتبع واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا الولد غير مصاب إذن فهو يحمل صفة سائدة ما هي تركيبها الجيني؟ حتى أتعرف على تركيبها الجيني أنظر إلى الأبوين أبوه مصاب وأمه سليمة بما أن أبوه مصاب فهو يحمل التركيب الجيني بما أن الأم سليمة فهو يحمل تركيب الجيني الآن ما هو التركيب الجيني لهذا الولد؟ التركيب الجيني إذن للفرد رقم أربعة هو لأنه أخذ الليلة المتنحي من الأب المصاب أسمول أسمول الآن السؤال الذي يليه ما هو التركيب الجيني للفرد رقم ثلاثة عند الجيل الثاني؟ تتبع معي عزيز الطالب التركيب الجيني للفرد رقم ثلاثة عند الجيل الثاني هو عبارة عن شكله المظهري مصاب إذن تركيبه الجيني إيسمول إيسمول من خلال هذا نستطيع أن نتعرف على التركيب الجيني وتتبع الصفات الوراثية من جيل إلى آخر في مرض المهاق هذا هو مفتاح الرسم الذي يوضح أن المربع الذكر الغير مظلل أدم ظهور الصفة في حالة تضليل ظهور الصفة ونفس الشيء بالنسبة إلى الأنثى دراسة سجل النسب الوراثي لصفة وراثية سائدة الآن ماذا يحدث إذا درسنا صفة وراثية سائدة مثل مرض؟ استكماتيزم العين وهو عبارة عن خلل وراثي المسؤول عن جين سائد ينتج هذا الخلل أن الليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوص قرانية العين الآن دعنا معا نتتبع هذه الحالة المرضية من خلال هذا الشكل لسجل النسب نحن علمنا أن الاستكماتيزم عبارة عن صفة سائدة والمربعات المظللة هي جميع الأفراد المصابين لاستكماتيزم لأننا سنقوم بدراسة تتبع هذه الصفة في الجيل الأول نلاحظ أن هناك عائلتان واحد وأثنين الأم مصابة تزوجت من رجل سليم رجل آخر رقم ثلاثة تزوج من امرأة مصابة لماذا وضعنا العائلتان مع بعض؟ لأن حدث بينهما صلة قرابة ونسب في أفراد الجيل الثاني حيث تزوجت الامرأة رقم ثلاثة السليمة في أفراد الجيل الثاني مع الولد المصاب في أفراد الجيل الثاني نلاحظ أن أفراد الجيل الثالث أنجبوا رقم واحد ذكر سليم رقم 2 أنثى مصابة رقم 3 ذكر مصاب رقم 4 أنثى سليمة الآن دعونا ننظر إلى مفتاح الرسم مثل ما ذكرنا سابقا الذكر أدم ظهور الصفة لمرض الاستيغماتيزم يعني يحمل الجين المتنحي الأنثى أدم ظهور الصفة يعني تحمل الجين المتنحي لكن عند تضليل صفة الاستيغماتيزم عند الذكر أو الأنثى فهو يحمل التركيب السائد الآن أزيز الطالب دعني أسألك هذا السؤال ما هو التركيب الجيني عند الأم رقم 1 في الجين الأول ما هو التركيب الجيني عند الأم رقم 1 في الجين الأول بما أنها تحمل الصفة وهي صفة سائدة مرض الاستيغماتيزم تركيبها الجيني سائد A capital A small A capital A small وأنا اخترت الرمز A لسهولة هذا الرمز أنت عندك حرية الاختيار في اختيار الرمز الذي يناسبك A capital A small لماذا اخترت A capital A small ولم أختار A capital A capital كصفة سائدة نقية لأني عندما ذهبت إلى أفراد الجيل الثاني لاحظت ظهور الفرد أو الأنثى رقم ثلاثة وهي ابنة هذا الزواج كانت تحمل الصفة المتنحية A small A small إذن تركيبها الجيني لرقم 1 هو عبارة عن تركيب سائد هاجين A capital A small إذن من خلال تتبع مرض الاستيغماتيزم في سجل النسب هذا يمكن معرفة أيضا التركيب الجيني للأفراد زواج الأقارب وزواج الأبعد علل غالبا ما يؤدي زواج من الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية علل ذلك لماذا عزيز الطالب؟ لأن الزواج بين الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الظارة من النوع المتنحي الموجود لديهم إذن هو يتيح للصفات المتنحية الظارة للظهور لدى هذه الأفراد التي تتزوج زواج الأقارب الآن عزيز الطالب وصلنا إلى مراجعة على الدرس السؤال الأول لماذا لا تظهر صفة ما لدى الآباء أو الأجداد ولكنها تظهر لدى الأبناء؟ لماذا لا تظهر صفة ما لدى الآباء أو الأجداد لكنها تظهر لدى الأبناء؟ يمكن أن تكون الصفة المتنحية محمولة لعدة أجيال وبالتالي لا تظهر حتى يولد طفل من تزاود شخصين حاملين لهذه الصفة هذا يدل على أن هذه الصفة المتنحية لم تظهر إلا بعد وجود الأليل المتنحيين مع بعضهم البعض لماذا يرث بعض المواليد بعض الاختلالات السائدة والمميتة ولا يرثها بعضها الآخر؟ لماذا يرث بعض المواليد بعض الاختلالات السائدة والمميتة؟ وذلك أن بعض الاختلالات تسبب الموت في مرحلة الطفولة وبعض الاختلالات الأخرى لا تظهر إلا في مرحلة النطش أو البلوغ مسألة وراثية سجل النسب التالي لمرضى الفينايل كيتو نيوريا من خلال هذا السجل لاحظ معي هل الأليل سائد أم متنحي؟ نحن ظلنا الفرد المصاب بهذا المرض من خلال هذا السجل لاحظ معي عزيز الطالب هل الأليل سائد أم متنحي؟ متنحي أحسنت لأن الملاحظ أن علد الأفراد المصابين بهذا المرض قليل وهذا يدل على أن هذه الصفة صفة متنحية ما هو التركيب الجيني للشخص رقم أربعة في الجيل الثاني؟ نذهب إلى الجيل الثاني ننظر إلى الأرقام واحد أثنين ثلاثة أربعة وهو عبارة عن رجل مصاب بهذا المرض ذكر مربع بما أنها صفة متنحية اختار له أي رمز الذي يناسبك أنا أختار دائما إذن تركيب الجيني مسألة وراثية أخرى لسجل نسب آخر إن صفة أيمن أو أيسر تقع على الكروموسوم الجسمي الجينة المسؤولة عن هذه الصفة لها الليلان الليلة صفة الأيمن وهي سائدة ألا الليل الصفة الأيسر يوضح سجل النسب أدنى عائلة بعض أفرادها أيسريون أي يكتبونه باليد اليسرة لاحظ معي عزيز الطالب من خلال هذا السجل وأجب على الأسئلة التالية حدد التركيب الجيني للزوجين واحد وأثنين لاحظ في هذا السجل تم ترقيم الأفراد أبرى الأجيال واحد أثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهكذا نذهب إلى رقم واحد وأثنين ونلاحظ ما هو شكله المظهري إذن شكله المظهري عبارة عن أيمن ما هو تركيب الجيني؟ R capital R small لماذا؟ الليل لأن عندهما ولد أيسر رقم سبعة وتركيب الجيني R small R small السؤال الذي يليه حدد التركيب الجينية للزوجين سبعة وثمانية ولأولادهم 11 و12 و13 سبعة وثمانية ولأولادهم 11 و12 و13 نلاحظ أن سبعة أيسر ثمانية أيمن أي يحمل الصفة السائدة وجميع أفراد الجيل الثالث من أبنائهم إبارة عن أفراد أيمنيون أي يحملون الصفة السائدة إذن ما هو التركيب الجيني؟ الولد رقم سبعة هو R small R small لأنه أيسر الوالد رقم ثمانية هي R capital R capital لأن جميع أولادها يكتمون باليد اليمنى الأولاد 11 و12 و13 هما جميعا R capital R small الآن كما ذكرنا سابقا أنه في سجلات النسب بسبب قلة عدد الأفراد الناتجة من التزاوج يكون عملية تتبع الصفة الوراثية وتحديد تركيب الجيني في بعض الأحيان غير دقيق فمثلا رقم ثمانية نحن قلنا أنها تحمل R capital R capital لأن جميع الأبناء يحملون صفة الأيمن ولكن قد تنجب هذه الآائلة أو هذه الأنثى أيضا ولد أيسر لو كتب الله لها ذلك إذن إذا أنجبت ولد يحمل الصفة الأيسر إذن تركيب الجيني يكون R capital R small hedging الآن السؤال الذي يليه صل بين المجموعة با ما يناسبها في المجموعة ألف مجموعة ألف والمجموعة با من حيث الرموز الرمز الأول رقم خمسة هو خط الأبناء الرمز الثاني هو عبارة عن مربع غير مظلل يدل على ذكر سليم أحسنت الدائرة المظللة تدل على أنثى مصابة بالمرض الخط الأفقي يدل على خط الزواج أما المربع المظلل فهو يدل على ذكر مصاب إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم ومن خلاله تعرفنا كيف يمكننا دراسة الصفات الوراثية عند الإنسان أستودعكم الله ومع السلامة اشتركوا في القناة